اشتركوا في القناة في الساعة الثالثة والنصف مساء على شكل نقطة سوداء مستدرة وصغيرة جدا في الطرف الشمالي الغربي من قرص الشمس حيث اغترب كوكب عطارد من مركز قرص الشمس في ساعة الذروة ورسل طلبة أساتذة جامعة البحرين هذه الظاهرة الفلكية النادرة من نوعها بعد محاضرة وشرح مفصل قبل نزولهم لساحة الجامعة لورية كوكب عطارد الجرم الفضائي الأعمق في النظام الشمسي لأن هذا الحدث نادر اللي هو عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس وسمه عبور لأنه هو يتوسط بين الأرض بين الشمس وليكونه هو جدا صغير فإذا هو يعتبر كنوع من الكسوف مثل ما تنكسب الشمس بسبب وقوع القمر نفس الخط هذا نفس الشيء كوكب عطارد يكون على نفس الخط كلهم على مستوى واحد فيحدث هذا الكسوف ولكن لأنه كوكب عطارد بعيد جدا على الأرض ومقارة بقطر الشمس جدا جدا صغير اللي هو قطر الزاوي فيبدو كنقطة بسيطة لا حتى يلقي ظلالا على الأرض وإنما يسمى عبور ترى كنقطة تتحرك لكن في البحرين سوف تنتهي المشاهدة مع قروب الشمس من أشياء المهمة في الكلية أنه نكون بنشاطات للطلبة خارج الصف خارج المعرفة العلمية للمتابعة الأحداث الفلكية التي تحدث فكان اليوم عقد هذه الفعالية وسيقوم الطلبة بمشاهدة عبور الكوكب باستخدام النظارات الشمسية وتم الآن عقد محاضرة من الأستاذ الدكتور وحيب عيسى الناصر لتوعية الجمهور باستخدام المناسب للنظارة الشمسية المشهد النادر شهد عندما إنحنى مدار كوكب عطارد عن مستوى مدار الأرض بسبع درجات وهو ما جعله يحدث في شهر نوفمبر والذي يعد من العقد الصاعدة والتي تعتبر الأكثر حدوثا من العقد الهابط والذي يحدث في شهر مايو أول شيء علمونا شو هو عبور عطارد وعلمونا شلون نميز عبور عطارد عن عبور الزهرة لأن في عبور الزهرة أيضا وشو الفرق بينهن وبين الكسوف وبعدين وزعوا علينا نظارات خاصة على أساس نشوف عبور عطارد ويا شوفنا الحمد لله والله علمنا معلومات عن عبور عطارد بين الأرض والشمس شلون حسب الأوقات اللي نقدر نشوف العبور وقت العبور يعني شلون الرصيداء والحجم وين بيكون وين بيبين وقد كانت مدة عبور كوكب عطارد أمام الشمس حوالي خمسة ساعة ونصف حيث يدور هذا الكوكب في مدار يمر بين الأرض والشمس واستتكرروا هذه الظاهرة الفلكية في القرن الواحد ما بين 13 و14 مرة بواقع نمط معقد من الحسابات الفلكية شاهد أساتذة وطلبة جامعة البحرين لحظة عبور كوكب عطارد أمام غرص الشمس بعد عملية حسابية والتي لن تتكرر إلا بعد 13 سنة أي في نوفمبر من عام 2032 طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين